السلام عليكم وعزائي التلاميذ الوحدة السادسة الكون الفصل الثاني عشر الغلاف الجوي الدرس الأول غازات الغلاف الجوي سنكون في نهاية هذا الدرس قادرين على أن أولا أبين أنواع الغازات التي يتألف منها الغلاف الجوي أوضح الأهمية الكبيرة لغازات الغلاف الجوي في حياتنا أشرح أن المحافظ على الهواء من التلوث يسهم بالحفاظ على توازي المكونات الغلاف الجوي نشاهد هنا في هذه الصورة كتبت مجموعة من الكلمات هنا نيتروجين بخارما أوكسجين هذه مكونات الغلاف الجوي أو غازات في الغلاف الجوي ما الغازات التي يتألف منها الغلاف الجوي؟ نحتاج في هذه التجربة إلى شمعة صحن زجاجي صغير كأس زجاجي وعلبة عود الثقاب خطوات العمل أشر الشمعة وأثبتها على الصحن الزجاجي ثانياً أراقب استمرار اشتعال الشمعة وهي معرضة للهواء الجوي ثالثاً أضع الكيس بصورة مقلوبة بحيث غط الشمعة تماماً ولا تكون معرضة للهواء الجوي ألاحظ ما الذي يحدث لها بالشمعة؟ أتوقع هل تبقى الشمعة مشتعلة؟ ولماذا؟ في هذه التجربة ستلاحظ انطفاء لها بالشمعة السؤال ما الغاز الذي يساعد الشمعة على الاشتعال؟ ما الغاز الذي لا يتواجد في الهواء المحصور داخل الكيس؟ ولماذا؟ نستنتج من هذه التجربة أن هناك غاز كان موجود في الغلاف الجوي أبقى الشمعة مشتعلة وعند تغطية الشمعة بكيس الزجاجي انطفأ لها بالشمعة مما يدل على أن الهواء الذي كان يساعد الشمعة على الاشتعال لم يعد متواجداً داخل الكيس الزجاجي فانطفأ لها بالشمعة هذا الغاز ساعد الشمعة على الاشتعال هذا الغاز يسمى غاز الأكسجين وعند تغطية الشمعة لم يصل إليها فانطفأت الشمعة الغلاف الجوي جزء من الكرة الأرضية يمثل طبقة الهواء التي تحيط بالكرة الأرضية الصلبة ويتألف من حدة غازات ما الغلاف الجوي ومما يتكون؟ الغلاف الجوي جزء من الكرة الأرضية يمثل طبقة الهواء التي تحيط بالكرة الأرضية ويتألف من عدة غازات ضرورية لحياة الكائنات الحية ومن اهمها غاز النيتروجين الذي يشكل 78% تقريبا ثم يليه غاز الاكسجين الذي يشكل نسبة 21% تقريبا اي خمس كمية الهواء والمتبقي من الهواء 1% غازات اخرى مثل ثناء اكسيد الكاربون وبخار الماء تتغير نسبة مكونات الهواء الجوي من مدينة الى اخرى فمثلا تزداد نسبة غاز ثناء اكسيد الكاربون في هواء المدن الصناعية المزدحمة بالسكان وذلك لكثرة المصانع وعمليات الاحتراق اما في المدن الزراعية فتزداد نسبة الاكسجين بسبب انتاج النباتات لهذا الغاز باثناء عملية البناء الضوئي نشاهد في هذه الصورة تزداد نسبة غاز ثناء اكسيد الكاربون في هواء المدن الصناعية كما تتغير نسبة الاكسجين حسب ارتفاع المكان حيث تقل نسبته كلما ارتفعنا عن سطح الارض لذا نلاحظ ان متسلق الجبال يعانون من صعوبة التنفس كما تقل نسبته في الاماكن المغلقة كما في المناجم والانفاق نشاهد في هذه الصورة تقل نسبة الغاز الاكسجين كلما زاد الارتفاع عن سطح الارض ما اهمية الغازات المكونة للغلاف الجوي تعرفنا على غازات الغلاف الجوي سنتعرف الان على اهمية هذه الغازات لغازات الغلاف الجوي اهمية كبيرة في حياتنا وسنذكر بعض هذه الغازات واهميتها بصورة موجزة اولا الاكسجين غاز ضروري لعملية تنفس الكائنات الحية اذ يتنفس قسم منها غاز الاكسجين بصورة حرة او بشكل مذاب في الماء ويستخدمه الغواصون في اعماق البحار للتنفس يحتاج الغواصون الى غاز الاكسجين باعماق البحار ثانيا النايتروجين لو لا هذا الغاز لانتشرت الحرائق بشكل سريع ويصعب ايقافها فهو يقلل من شدة فعالية الاكسجين كما يدخل النايتروجين في تركيب اجزاء من جسم الانسان والبروتينات الموجودة في بذور البقوليات والفاصولياء نشاهد في الصورة يدخل النايتروجين في بذور البقوليات ثالثا غاز ثنائي اوكسيد الكربون تستخدم النباتات هذا الغاز في عملية البناء الضوئي لذلك فهو ضروري لحياة النباتات الخضراء كما يستعمل باطباء الحرائق لانه غاز ثقيل يحيط بالنار المشتعلة فيطفئها اذا غاز ثنائي اوكسيد الكربون يتم استخدامه لاطفاء الحرائق وذلك لانه غاز ثقيل يحيط بالنار المشتعلة فيطفئها رابعا بخار الماء والغازات الاخرى تختلف نسبة بخار الماء من مكان الى اخر ففي المناطق الصحراوية يعد الهواء جافا وذلك لان نسبة بخار الماء فيه قليلة اما في المناطق الساحلية فتكون نسبة بخار الماء عالية لذلك يعد الهواء رطبا ويساعد بخار الماء على تلطيف المناخ وهطول الامطار التي تعتمد عليها الكثير من المزروعات كيف نحافظ على ثبات نسب مكونات الغلاف الجوي؟ الهواء مهم في حياتنا وضروري جدا فلولا تواجد بعض الغازات في الجو لكانت الارض شديدة البرودة ويستحيل الحياة عليها ان هذه الغازات وخصوصا ثناء اوكسيد الكربون تحبس حرارة الشمس وتمنعها من التسرب الى الفضاء الخارجي وهي تشابه بذلك عمل البيوت الزجاجية التي تخزن الدفء فيها ولكن في العقود الاخيرة وبسبب زيادة تلوث الهواء لكثرة مخلفات المصانع ارتفعت نسبة هذا الغاز بالجو مما ادى الى امتصاص كمية اكبر من حرارة الشمس بالتالي ارتفاع درجة حرارة سطح الارض ان الحفاظ على التوازن الطبيعي لمكونات الهواء شيء مهم لاستمرار الحفاظ على صحة الكائنات الحية لذا فان استمرار الزراعة تشجير الاماكن الصحراوية والمدن والاستخدام الصحيح لوسائل النقل سيقلل من نسبة تلوث الهواء ملخص الدرس غازات الغلاف الجوي تعريف الغلاف الجوي هو جزء من الكرة الارضية يمثل طبقة الهواء التي تحيط بالكرة الارضية ويتألف من عدة غازات ضرورية لحياة الكائنات الحية سؤال ما هي اهم غازات الغلاف الجوي وما هي نسبة كل واحد منها الجواب اولا غاز النايتروجين يشكل نسبة 78% من الغلاف الجوي ثانيا غاز الاكسجين يشكل نسبة 21% من الغلاف الجوي ثالثا غازات اخرى مثل ثناء اكسيد الكربون وبخار الماء وتشكل نسبة 1% من الغلاف الجوي علل تزداد نسبة غاز الاكسجين في المدن الزراعية الجواب بسبب انتاج النباتات لغاز الاكسجين اثناء عملية البناء الضوئي علل تزداد نسبة ثاني اكسيد الكربون في المدن السكانية الجواب وذلك بسبب كثرة المصانع والسيارات وعمليات الاحتراق علل نلاحظ ان متسلقي جبال يعانون من صعوبة التنفس الجواب لان نسبة الاكسجين تتغير حسب الارتفاع حيث تقول كلما ارتفعنا عن سطح الارض سؤال ما اهمية غاز الاكسجين الجواب غاز ضروري لتنفس الكائنات الحية اذ تتنفس قسم منها غاز الاكسجين بصورة حرة والقسم الاخر بشكل مذاف في الماء ويستخدمه الغواصون في اعماق البحار للتنفس سؤال ما اهمية غاز النايتروجين الجواب اولا يقلل هذا الغاز من شدة فعالية الاكسجين ولولا هو لان تشرت الحرائق بشكل سريع ثانيا يدخل النايتروجين في تركيب ازاء من جسم الانسان والبروتينات الموجودة في البذور والبقوليات سؤال ما اهمية غاز ضاني اوكسيد الكاربون الجواب اولا يستخدمه النبات في عملية البناء الضوئي لذلك هو ضروري لحياة النباتات الخضراء ثانيا يستعمل باطباء الحرائق لانه غاز ثقيل يحيط بالنار المشتعلة فيطفئها ثالثا يحبس حرارة الشمس ويمنعها من التسرب الى الفضاء الخارجي علل يستخدم غاز ضاني اوكسيد الكاربون باطفاء الحرائق الجواب لانه غاز ثقيل يحيط بالنار المشتعلة فيطفئها سؤال ما اهمية بخار الماء الجواب يساعد بخار الماء على تلطيف الاجواء والمناخ ويساعد على هطول الانطار سؤال ما اهمية الحفاظ على توازن مكونات الغلاف الجوي الجواب ان الغازات التي يتكون منها الهواء الجوي ضرورية لحياة الانسان وبنسبها المعروفة فزيادة بهذه النسب تؤدي الى خلل في التوازن فلولا بعض الغازات لكان الجو شديد البرودة خاصة غاز ذناء اوكسيد الكاربون فهذا الغاز يعمل على حبس الحرارة ويمنعها من التسرب الى الفضاء حيث يشبه البيوت الزجاجية التي تخزن الدف فيها لكن عند زيادة نسبته بسبب عمليات الاحتراق والمصانع يؤدي الى امتصاص اكبر كمية من الحرارة وبالتالي ترتفع درجة حرارة سطح الارض